السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم نوب الفخير النهاردة احنا فيديو قديم مع بعض وفيديو النهاردة لسيدة وروتيم مميز جدا تشجيع وحماس هتخديه وتستفادي منه وخصوصا كمان طبعا ان احنا داخلين دلوقتي على موسم المدارس وكمان شهر رمضان الكريم وكل سنة وتطيبين يعني داخلين طبعا على حاجات كتيرة جدا وتلاقي الست من دول بتحاول طبعا يعني تخالص كل شغل البيت اللي وراها تنجز في حاجات كتيرة تجيب طبعا مجموعة من المشتريات ومرة في التانية بتحاول طبعا تلمي اهراض كتيرة جدا تستعيد بيها زي ما قلنا للمدارس والشهر المبارك ان شاء الله تعالوا مع بعض كده نكمل احداث فيديو النهاردة ونشوف طبعا روتين بقى المدارس والست من دول بتصحى مش شايفة قدامها ولا الاولاد كمان طبعا بيصحوا منهم فيقين بيقول كذلك برضو يعني مش قادرين لسه يكملوا اليوم لسه مش فيقين كويس خصصا طبعا في الايام الاولى لحد ما بيتحاولوا مرة في التانية لكن طبعا هنعمل ايه يعني هو ده الحالة الطبيعية وتلاقي الام من دول بعد ما بلدها بيمشوا كده بتحاول طبعا تزبط كل حاجة وراهم حتى لو هي مش قادرة طبعا لو معاك طفل صغير لسه لف سن بقى يعني المدارس والحضانة بتحاول طبعا تقادي كمان كده معي وتقضي يعني وقت كمان مسل بالنسبة له تعالوا مع بعض كده نكمل احداث فيديو النهاردة ونشوف السيدة اللي قدامنا دي وكمان الروتين المميز لها وكالعادة طلب منكم تشجعكم لها بالقناة هنا باللايك وكمان لسه مشتركش معاي في القناة ينزل دلوقتي حالا ويشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية حالوا مع بعض كده نكمل ونشوف كمان كده طبعا التنظيفات الرهيبة بتاعتها وخصوصا اكيد اللي بيساعدها في كده اختراعات مجموعة يعني من المنظفات اللي ممكن تبتكرها واكيد طبعا الحاجات التكنولوجية المتوفرة عندها مش هننكر ان عندها كل الخمات والامكانيات اللي تسمح لها بمنزل منظم وكمان يعني الامكانيات الصراحة وفوق الخيال واو جدا زي ما احنا شايفين يعني الحمام لوحده يكفي ان اي حد يقعد ويستمتع به كل حاجة فيه حلوة جدا طبعا الامكانيات الجديدة والحديثة بتخلي الواحد فعالا تاني خلص وتعالوا نبص هنا كمان برضو كده شوية شوية خلاص بدأت تلمع كل حاجة بتفرش دلوقتي سجدة جديدة تنظم الدنيا حوالين منها ونشوف بعد كده كمان هنا برضو كده تنظيفها طبعا للتلاجة وتعاقمها وتنظيف كل حاجة من بره ومن جوه وتبدأ كمان تعمل كده معينا وصفة حلوة هي على فكرة شطرة جدا في الاكلات والوصفات بس انا حبيت يعني فيديو النهاردة نركز فيه اكتر كده طبعا فروتينات والتنظيفات اللي طبعا بتدي لكل واحد فينا طاقة ايجابية وحماس حلوة جدا ونكمل كده طبعا دلوقتي ونشوف هنا شكل البيت بعد النظافة واكيد طبعا دي مجموعة كده من الفيديوهات اللي عادت عليها فترات يعني طويلة حتى احتفالات الكريسموس بتاعتها وحاجات كتيرة جدا كانت بتعملها الفترة اللي فاتت حبيت كمان كده ان احنا نجيبها ونشوف طبعا كل الاحداث الحلوة جدا دي معاها كانت ماشية ازاي طبعا تنظيم تحت الحوض والادراج بتاعتنا وكل حاجة محتاجة اكيد مجموعة من المنظمات عشان على الاقل توصلك المرحلة الحلوة جدا اللي احنا بنشوفها دايما في كل البيوت الاجنبية وبيوت الادراج كل الحاجات دي طبعا اكيد بنحلم بيها وبندور عليها وخصوصا كمان كده المنظر في النهاية بيكون حلو جدا زي ما احنا شايفين تعالوا نبص هنا كمان برضو كده بقى على الامكانيات الواوي اللي موجودة عندها اعيز اللي قدامنا ده بيساعدها بقى في تنظيف الكنب وكمان الانتري هات تنظيف كمان استلالم طبعا الداخلية اللي عندها في البيت خصوصا طبعا لو متنجدة او مفروشة فطبعا كل الحاجات دي بتساعدها في طبعا ان البيت يكون شكله بالجمال ده وكتير جدا منها طبعا بتساءل بقى لازاي بيكون شكل العفش باللون الابيض وبيقدروا يحافظوا عليه فترة طبيعة طبعا بقى كل الاجهازة والمعدات اللي موجودة عندهم دي هي اللي بتوسرهم اكيد للمرحلة الواوي اللي احنا دايما بنشوفها ونشوف كمان كده برضو شكل قط النوم هنا وكل حاجة باللون الابيض فعلا بتدي حماس وطاقة ونشاط مفيش بعد كده يعني اللون الابيض ده في كل حاجة سوات في قط النوم في الليفنج في الصالة في اي مكان عندك هيديك كمان برضو كده واسع وتحس ان انت قاعدة في مكان منهج جدا ندخل دلوقتي كمان معاها كده على تنظيف قوضة الاطفال هنا وتقنظمها وازاي كمان بتفرش المرتبة حتى باسلوب وتنظيم راقي جدا يعني شجل فنادق كده فاخر من الاخر ونشوف كمان كده طبعا تنظيم المفارش عليه واللحاف كل حاجة حتى المخدات اللي موجودة كل حاجة كده يعني فعلا بتتكلم عن نفسها وده كمان كده دلوقتي الروتين سريع ليه وتنظيفات سريعة وكمان التنظيف بقى تحت التلاجة وورا الغسالة الحاجات بقى الاساسية دي اللي كتير جدا من الستات ممكن تنسيها وهي ندخل هنا كمان برضو كده على باسكت القمامة غسلته كويس جدا بالكلور يعني تعاقيم متطهير وتحطيه كمان شوية في الشمس زي ما هي عملت ودخلته بعد كده وبدأت كمان تعاقم كل حاجة في البيت وطبعا بقى مش هننسى هنا دور الاكياس اللي انت بتحفظي فيها الملابس بقى بين فترات الصيف والشطر طبعا حلوة جدا والخزين بتاعها فعلا فوق الروعة لكن كمان الموضوع ما كانش على قد كده هنا كمان طبعا كده كان في ايام استعادتها بقى للكريسموس وكمان فيه حاجة تاني الاكياس اللي قدلنا دي هنرجع نشوفها مع بعض وهي بترجع تخزن وتعين فيها كل الحاجات الخاصة بالكريسموس دي يعني الاكياس الكبيرة هدي حلوة جدا سواء طبعا الملابس حابة تخزيني فيها سجاة تخزيني فيها اي حاجة كل حاجة بترجع لك ده كمان دلوقتي كده روتين سريع ليها بداية عن طبعا من عناتها ببشرتها لحد كمان بتجاهز الغدا وكمان تجهيز طبعا المطبخ بعد الغدا والكركبة اللي ممكن تحصل فيه وازاي كمان تعملي صفر شكلها حلو وترجعي تشوف المطبخ بتاعك في النهاية يكون شكله منظم جدا طبعا هتشغل غسلت الأباء وتعمل كذا حاجة جنب منها وده اكيد يعني طالما امكانياتها بتسمح لها بكده فيعني الصراحة يعني قامت معينا بالواجب وزيادة وخصوصا كمان ان احنا كنا اكيد كلنا اخدين فكرة عن السيدة الاجنبية ان هي ممكن تكون كسولة محدش يعني بيشتغل في البيت بتجيب حد يساعدها ما بتقومش بأي وجبات منزلية أبدا لكن بالعكس معظم السيدات دول أثبتلنا عكس كده نهائيا اشتركوا في القناة نشوف دلوقتي مع بعض كده هنا مجموعة من الدكورات العصرية والمميزة اللي بتحاول تجدد بيها شكل البيت عندها طبعا زي مقلت لكم حتى لو بفكرة بسيطة ديكور بسيط تقدري طبعا تغيري شكل البيت ويت جديدي وتخلي كل حاجة على الأقل شكلها منظم ومنصق أكدر ندخل كمان دلوقتي كده هنا على جو أسري بقى ودفقة حلوة جدا ثانية طبعا معاها بنات فقرية بقى تدخلهم معاها المطبخ وتبدأ تعلمهم يعني غير ما احنا كنا متوقعين بقى ان الأطفال الأجانب دول مرفهين وبيقوموش بمكانهم والأم والأب هما اللي بيعملوا كل حاجة لكن بالعكس بتقولك حوي دايما تدخليهم معاك المطبخ يساعدوك في حاجات كتيرة فيه أكيد طبعا أطفال بتحب الفكرة دي وفيه بنات كتيرة جدا أو في سن صغير كبنات صغيرين ما بيحبوش انهم ما يساعدوا أبدا في شغل البيت هي فعلا بتبقى طبعا فطرة في الإنسان فيه اللي بيحب كده وفيه أكيد يعني اللي ما بيحبش يشتغل في أي حاجة خاصة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده تبدأ تكويه زي ما احنا شايفين يعني كل حاجة لازم ان تكون بيرفكت جدا عارفين باش هول الفنادق فعلا حتى المخدات اللي قدامنا بتغير وتجدد فيهم تنظم في البيت اكتر تغير شكل الديكورات اكيد كلنا في النهاية بنحلم ببيت ومنزل زي ده ويكفي اول اهم من ده كله طبعا الدفء الاسري وغير كده كمان الحمد لله على نعمة ان احنا عايشين في بيوت يعني الواحد بعد ما شاف بقى الزلازل واللي حصل في تركيا وسوريا ولبنان والبلاد دي كلها تأثرت قد ايه فعلا يعني بنحمد ربنا في كل لحظة بتمر علينا ان احنا عايشين في امان وربنا كمان يفوق قربهم ويقف جنبهم ويستندهم باذن الله اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد واتمنى ان شاء الله يطلقاتكم كده الحلوة وتشجيعكم ليه بالقناة هنا وكمان الاشتراك معايا لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية الى انا فنزلها معاكم اشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة